نعم نزل مؤيدو حزب الله وحركة أمل إلى الشارع لكن ليس من أجل التظاهر ضد الفساد والعملية السياسية كما حذر زعيم الميليشيا حسن نصر الله بل للتعبير عن تأييده من الحزب ومحاولة التشويش على التظاهرات ما دفع الجيش اللبناني للتصدي لهذه المسيرات منعاً الاحتكاك معها في مشهد لم يسبقه إليه إلا الجيش التونسي هذا الاحتكاك ليس الأول بل سبقه تعديات بالضرب وتهديد بالسلاح ضد المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة ساحات وشوارع التظاهرات في بيروت إصرار المتظاهرين هذا يؤكد أن لا عزيزة في تظاهرات لبنان التي رفعت الأعلام اللبنانية ونأت بنفسها عن أعلام الأحزاب التي يتهمها اللبنانيون بالفساد ونهب مقدرات البلاد في مقابل ذلك يظهر أن حكومة سعد الحريري والأحزاب المشاركة معها فشلت في إقناع اللبنانيين بورقة الإصلاح الاقتصادية المقدمة التي شملت ستة وعشرين بنداً على رأسها تخفيض رواتب الوزراء والنواب وحل أزمة الفساد مؤكدين أن هذه المقترحات ليست سوى إبر تخدير لهم من جهته يرى رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أن الإصلاحات التي وفقت عليها الحكومة ليست جدرية معتبراً أن الطريقة الوحيدة للاستجابة للمطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابات غير طائفي لكن المميز في التظاهرات اللبنانية هو دعم شعوب المنطقة لها حيث يرون فيها لوحة أخرى تجدد سيرة الربيع العربي لسيما مع الإصرار الشبابي المنقطع النظير في شوارع بيروت والعديد من المدن اللبنانية على تغيير هذه الطبقة السياسية بأكملها